عبقرية موسيقية غير مسبوقة اثرت في الحياة الفنية لمصر منذ مطلع القرن العشرين والعقود طويلة وكان نتاجها الحانا خالدة في وجدان الشعب المصري والعربي انه الموسيقار محمد عبدالوهاب الذي يفتح متحفه ابوابه الجمهوري مجانا لمدة اسبوع احتفالا بذكرى مولده في مارس من كل عام بمجرد ان تضع قدمك داخل معهد الموسيقى بوسط القاهرة تأخذك طرقاته الى زمن الفن الجميل فترى على يمينك ويسارك عباقرة الموسيقى المصرية حتى تصل الى بوابة موسيقار الاجيال محمد عبدالوهاب ومن غير لي ستجد نفسك تسافر وحدك واصطنوة موسيقية والحان شغلت الماضي وعلمت الحاضر والمستقبل انا في البداية بدأت ان انا بعزف عادي مقطعات صغيرة انا كنت بألفها على البيانو فبعد كده لما لقيت ان انا بعملها كتير فحبيت الموضوع بتاع البيانو وخليت بابا اشترك لي هنا عشان اتعلمه وكان هدف ان اطلع يعني بيانست كبير الموسيقى فعلا غذاء الروح زي ما بيقولوا لان هي بتخليك عندك مشاعر وطنية او ان انت مثلا مشاعر رومانسية او ما الى ذلك فانا كان عندي ساشن تدريب النهاردة لابني وعرفنا كمان ان في الاحتفالية بذكر عبدالوهاب فبدأنا ان احنا نيجي نزور المتحف ودي كنت اول مرة يعني ان اعنا اجي المكان ده وبصراحة المكان جميل جدا انه هو من التراث يعني مكان اثري قديم وفي نفس الوقت بيحتفظ بحاجات مرتبطة بالعبقرة بتاعت الموسيقى في مصر يعني ولد عبدالوهاب في الثالث عشر من مارس عام الف وتسعمائة واثنين وتبناه امير الشعراء احمد شوقي ثم ظهر تفرد موسيقار الاجيال في كتابة النوة وتلحينها وبرزت موهبته ايضا في الغناء والتمثيل حتى وصل للعالمية وبمناسبة ذكرى بيلاده يفتح المتحف ابوابه لجمهور محبيه بالمجان لمدة اسبوع ويشتمل المتحف الذي يعد نسخة من بيته على غرفة خاصة ليستمع فيها الزائرون لالحانه واغانيه الفريدة من اغاني وطنية وقصائد ومواويل ووهبيات وغيرها من الالحان يستحي ان يهتف الفن به وجمال العبقريات الحياء هكذا قال عنه امير الشعراء احمد شوقي لكن هذا ليس الا قطرة واستبحر من الاشادات المحلية والعالمية لفنان اغنى الموسيقى واثراها بمزج شرقي وغربي متناغم كريم بيبرس التلفزيون المصري